واحدة كوسة اهي. كوسة مستوية. الرز مستوي. عاجة باسم ده ما شاء الله. اقول لكم طبعا على المكونات في دقيقة. تابعوا الفيديو الاخر. ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وشير. الناس اللي طلبت مني محش الكوسة. فيديو ده ليكم. اول حاجة جماعة زي ما انتم شايفين انا بنقل الكوسة بتاعة المحشي اللي هي بتكون الحجم الوسط ولا كبير قوي ولا صغير قوي. عشان لو كبيرة مش هتستوي معايا كويس وهتاخد كمية رز كبيرة. وتاني حاجة لو صغيرة مش هعرف ان انا اوارها بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بعد كده بعمل الخلطة بتاعتي. الخلطة بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه? اول حاجة بجيبتم مفروم وبصل مفروم وشابته بقدونس مع معلقة سمنة على النار ببتدي اشوح الخلطة دي كلها وبكون غاسل الرز بتاعي ومصفيه. وبعد كده بنزل بالرز بتاعي. ابتدي قلبه تقلبتين مع الخلطة اللي انا حطتها دي. وبعد كده بنزل عليه بتماطم مضربة في الخلاط مع معلقة تماطم اللي هي الصلصة المعجون. تمام? آآ هسيبه عشر دقيقة على النار ياخد نص تسوية. وهحط طبعا البهارات بتاعتي. البهارات عبارة عن ايه? حطت مرأة دجاج وفلفل اسود وكمون وكسبرة. شوية شطة. ولو حابين تحطوا بقى انتم حاجة تانية عادي. في ناس بتحط كوركم. في ناس بتحط كبابة صيني. في ناس بتحط بهارات تانية. زعتر ونعناع وكلام من ده. دي الخلطة اللي انا بستخدمها. اللي هي الخلطة المصري العادية خالص. وبحش الكوسة ما باملهاش للاخر. بسيب فيها حتة فضية عشان الرزة لما يستوي وياخد الحجم بتاعه الطبيعي. ما يبتديش ان الكوسة تكسر معايا. او الرزة يطلع برا. تمام? وبخرم خرمين من اللجناب بتاعة الكوسة وببتدي ان انا رصها في الحلة زي ما هتشوفوا كده بالزبط. وبعد كده بجيب طبعا اه مثلا كباية مية قد مقدار المية هحط طماطم مضربة في الخلاط. وهنزل بيها على الكوسة بتاعتي. واغطي الحلة واسيبها على النار كاني بسوي رز تسوية عادية خالص. هتاخد معايا من تلاتين لاربعين دقيقة. شايفين بقى المحشي? عاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا فيه تحت ملفوف. وفيه كوسة. في الوقت هنرسوا ونوريكم. خلينا ناخد واحدة كوسة كده. شايفين? واحدة كوسة اهي. كوسة مستوية. الرز مستوي. عاجة بسم الله ما شاء الله. لا تنسوش لايك وكومنت وشير. الناس اللي طلبت مني محش الكوسة ها. فيديو ده لكم.